يستقبل السعوديون أطول وأعنف وأبرد موجة قطبية لشتاء هذا العام بحسب ما ذكره خبير الطقس الأستاذ حسن كراني حيث تبدأ الثلاثاء 23 يناير إلى نهاية الأسبوع وتبلغ أقصاها على المناطق الشمالية الغربية انتقالا إلى الوسطى والشرقية أما الأحد فيتحول الطقس إلى دافئ نسبي وتعاود الاثنين النشاط والتحرك جنوبا وعليه فقد يصاحب هذه الأجواء موجة من الضباب على المناطق الساحلية المسببة لانعدام الرؤية حسن كراني اسم رافق السعوديين طوال عقود وارتبط في ذاكرة عدة أجيال منهم بأخبار الطقس قبل أن يتوارى عن الأنظار لسنوات وقبل أن يعود إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر ليجد احتفاء واسع بعودته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأصعد الله مساءكم لم يقتصر هطول الأمطار يوم الاثنين في الأسبوع الماضي على منطقة ينبر وأملج بل شمل كلا من البلاد في حين أن الفرصة مهيئة وبمشيئة الله تعالى لهطول الأمطار على أجزاء من المرتفعات الغربية جنيف درجتين تحت الصفر باريس ثلاثة وفي لندن تمانية درجات مائرية عزائي لكم مني أحلى الأمان وإلى الملتقى ومعنا من جدة مذيع النشرة الجوية الأسبق في التلفزيون السعودي لأستاذ حسن كراني منور أستاذ حسن يعني ما في فرق سنين بسيطة بس بين الصورة اللي شفناها والآن ما شاء الله لا إله إلا الله الله يكرمك أخويا عمر وأنا سعيد جدا بك وسعيد جدا بقناة العربية ونحن أسعد أستاذ حسن ما هو التعريف العلمي لهذه الموجة القادمة كم ستستمر كذلك درجات الحرارة يعني ما المتوقع وصولها في أي رقم ممكن أن تصل والله يا أخويا عمر على أساس أنه جميع المؤشرات العلمية بتشير أنه في عملية أخدود هوائي بارد في خرارة طبقات الجو العليا بلغت درجات الحرارة في محوره أو في وسطه حوالي عشر درجات ماءوية تحت الصفر وذلك على ارتفاع خمسة ألاف قدم والموجة بعون الله تعالى ستبدأ يوم التلوت الذي هو 23 يناير بداية بالتأثير على أجواء المناطق الشمالية الغربية وعندك ربوع وخميص وجمع حتكون مؤثرة وبعون الله تعالى على أجواء الشمال والمنطقة الغربية ومع صباح السبت 27 يناير بعون الله تعالى حتتحرك في اتجاه منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وعندنا يوم الأحد 28 يناير حتكون في عملية هدنة أو راحة نسبية دفع نسبي على أجواء الوسطى والشرقية لأن الجبهة الهوائية الباردة أو الموجة الباردة حتتراجع أو تنحسر نسبيا في اتجاه الشمال بعد ذلك مع منتصف الاثنين بعون الله تعالى تعاود نشاطها مرة أخرى وتؤثر على أجواء منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وكلما اتجهنا جنوبا ويشمل تأثيرها بعون الله تعالى أجواء المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية أما الظواهر الجوية المصاحرة طبعا حاجة مفهومة جدا في مثل هذه الحالات عملية الصقيع في ساعة الليل والصباح الأولى ويستمر بعون الله تعالى حتى بعد شروق الشمس على أجواء القطاع الشمالي والمنطقة الوسطى والمناطق الواقعة الشرق المرتفعات الجبلية في المناطق الجنوبية الغربية مع ضباب كثيف جدا خاصة على المصايف والمنطقة الشرقية والمناطق الشمالية يؤدي إلى انعدام تام في مدى الرؤية الوفقية لذلك الفتة الانتباء ما مدى فرص هطول الأمطار؟ كما يكون هناك عفوا كما يكون هناك عملية إثارة أثربة وغبار مع تحرك الكتلة الهوية الباردة من أجواء المناطق الشمالية الغربية في اتجاه الشمال والوسطى والشرقية والجنوبية يؤدي إلى شبه الإعدام في مدى الرؤية الوفقية ولكن بعد الغبار والصقيع والضباب أحب أن أبشر سكان المملكة العربية السعودية بأن هناك فرصة وبعاون الله تعالى لتراكم سحابي كثيف جدا مع نهاية الأسبوع هذا اللي احنا عايشين فيه على أجواء الشمالية الغربية وكلما اتجهنا شرقا في اتجاه منطقة حايل والفرصة تكون مهيئة وبعاون الله تعالى لهطول أمطار رعدية ونسبة لهطول ثلجي يتراوح ما بين العشرين إلى خمسة واربعين في المائة على المناطق الجبلية في تبوك وعلى طريف والقريات كما أن هناك فرصة وبعاون الله تعالى مع الموجة الشديدة البرودة والأطول والعنف فرصة لهطول أمطار على الشمالية الغربية والأطراف الشمالية للمنطقة الغربية مع يوم 24 يناير أصر الله أن يسقنا الغيث ولا يجعلنا من القانون اللهم أمين طيب أستاذ حسن يعني الآن خلصنا من التوقعات وخلصنا عن كذلك التحليل في موجة القطبية أو موجة البرد القطبية القادمة ولكن لو نتحدث عن حسن كراني كحالة أنت يعني اختفيت وتوريت عن الأنظار فترة طويلة الناس اشتقوا لك الآن عدت لمواقع التواصل الاجتماعي تويتر والآن افتتحت كذلك حسابي سناب شات هل اللي دفعك للعودة هل هو شعورك بأن حالة التحليل في مجال الطقس تحس أنها بات هناك معلومات مغلوطة ولذلك عدت لتسحح مسارها أم ماذا والله يشوف العملية هذه يا قوي عمر أنا ما أقدر أحكم فيها أترك الجمهور أن أحكمها بس العملية أنا ما بعت عن السوشيل ميديا لأنه كنت على تواصل مع منظمات عالمية ومنظمات مهتمة بالمناطق الاستوائية بعد كده حصل أنه ولدي والأستاذ الصالح الشيخي هم اللي طرحوا علي فكرة الدخول في السوشيل ميديا بغض النظر أنها سواء كانت معلومات صحيحة أو غير صحيحة فأنا كنت إنسان زي ما تقول يراقب كل شيء ويحلل كل شيء وأنا كنت سعيد جدا بالانتشار الأرصادي في السوشيل ميديا أما عملية صحيحة وغير صحيحة فأنا عفوا أسمح لي من هذه النقطة أتركها للمشاهدين لأنه كل واحد له مجاله له تخصصه وكل واحد يستطيع أن يقيم الصحة والخطوة طيب لو أعيدك للوراء أستاذ حسن ولي ذكرياتك في التلفزيون السعودي وخصوصا عمل المذيع دائما ما يشهد مواقف تحدث سواء خلف الكواليس أو أعلى الهوى أحيانا لو ترجع بنا بالذاكرة لأبرز المواقف التي لا تنساها والله حاجة واحدة ما أنساها أخوة عمر على أساس واحدة مرة سجلت النشر الجوية وانتهيت وجيت طالع طبيعي جدا بعد إتمام الإرسال النشر الرياضي جيت طالع بدأ أركب سيرتي وأمشي ألتقد دربك عند البواب الرئيسية قلت خير إيش فيه قالوا فيه واحد يبحث عن حسن كراني خير يا ابوه أنا حسن كراني إيش فيه قال لي أنت خصرتني مالي وحلالي ومن عارفه قلت ما فيه أمطار وخليت أنشر الحب حقي وانشف أو حاجة من كده جاءت الأمطار قاشعة الدنيا كلها قلت له يا أخي أنا ما بيدي شيء أنا عبد من عبيد الله وكل شيء بيدي الله سبحانه وتعالى طيب وش سويت له وبعدين وش صار بعدها أعتبره ملك الكاميرا الأستاذ محمد السلمي كنا بنهرج والله يا عمر عادي جدا قاعدين نهرج في التلفزيون في المحطة ما شفنا نفسنا إلا على الهواء فكان منظر رهيب جدا حبيته وما استطيع أن نهن في موقف ذكرته أنت في إحدى لقاءاتك وأنت اللي يعرفه أنه الناس اللي ما يعرفه طبعا الناس عنك أنك اتحادي صميم مرة من المرات كان الاتحاد يلعب وأنت كنت على الهواء وقدمت تاني نادي الاتحاد على الهواء وش صار لك بعدها يقولوا أعطوك لفس نظر وعاقبوك وش صار شوف اتحادي صميم وعنيف زي الموجة الهوائية القطبية يعني فأنا على نيتي والله على نيتي يا أخوة عمر يعني كان النشرة كانت على الهواء فهنيت الاتحاد وأعتبرها مرتبئة جدا نعبرها أنا حسيسة هذا بعد يوم أو يومين من عارفه أنا دوني ودوني لفت نظر أنك أنت استغلت يعني وقت علمي لتهنئت مباراة ودخلت مباراة وما نعارفه يا ناس أقول لهم طبيعي يا ناس وما نعارفه يلا الله المستعد طيب أستاذ حسن والله أنا مستمتع في حديثك ولا ودي أنك يعني تخلص كلام لكن أبغاك تختم هذا اللقاء بطريقتك المعتادة في النشرات الجوية الطريقة المعتادة أن أنا سعيد جدا باللقاء وأن أنا قدمت النشرة الجوية وأستطيع أن أقول إلى هنا تنتهي نشرة الأحوال الجوية شكرا لصغائكم وأحلى الأماني شكرا أنت لحضورك وبطريقتك أقول لك شكرا لحضورك وأحلى الأماني كذلك لك ولأسرتك ومحبيك شكرا لك أستاذ حسن كراني مديع النشرة الجوية الأسبق في التلفزيون السعودي كنت معنا من جدة